المحاضرة الأخيرة استكمال بعض الملاحظات تمام هلأ لما بدنا نشتغل على الأرضية راح نروح على لفل 1 طبعا أنا حطاها ملونة عشان عم بشوف الخامات أو حطاها رندر يعني فبروح على لفل 1 بحاول أني أحدد الأرضية هلأ مرات بكون تحديدها صعب لأنه أنا رسمتها على الحد تاع الحد الداخلي فمش قادر يحدد ليها يعرف أني أنا بدي الأرضية فشو ممكن أعمل ممكن أروح على الستيكشن هاي هالأرضية لا مش هاي برضو هي الخطة الصغيرة هذا ونرجع على الصورة اللي إحنا بناها فإحنا هيك حددناها هلأ أنا هاي غلبتني في التحديد لأنه زي ما قلت لكم أنا حطاها على الحد الداخلي فبعمل دابل كليك ممكن برضو أرجع من الهون بدي إياها طبعاً لونها زهري عشان أقدر أشتغل عليها فهلأ إحنا كاتبين أنه إحنا عنا مثلاً المنطقة المدخل الصالون الحمام أكيد الأرضيات ما رح تكون نفس الإشي فهغير أول إشي بالشكل هذا فعشان أغير فيه بدي أرسم أنا مثلاً الإشي اللي بدي أفصله بدي أرسم مستطيل لحاله يعني مثلاً أنا بدي الحمام إشي لحاله فلازم أطلع من هذا الأرضيات يعني وبرضو مثلاً هذا الحمام بدي أطلعه هلأ أنا حشرح شغله واحدة مش كل إشي وطبعاً أنتو بتطبقوها يعني إذا بتكون تفصلوا المطبخ تفصلوا كل إشي بس طبعاً زي ما اتفقنا أنه لازم هاي أشكال مغلقة فحعالجها بترم وهون برضو هلأ هيك أنا طلعت المطبخ الأرضية سوري هاي لازم أعمل سبلت وبعدين أفصل هدول هلأ هيك أنا بعمل صح شوف كيف هلأ صارت عندي الأرضية إنه صار أخضر يعني صار عشق فاضي شايفين فعشان هلأ هذا بلبسه ماتيريال وهون بعمل فلور جديدة وبلبسها ماتيريال اللي بدي إياها هلأ أنا لفلور اللي بدي أعملها بدي أعمل إشي للحمامات فبرسم مستطيل هون وبرسم مستطيل هون تتذكروا لما كنا نقول إنه إذا رسمنا مستطيلات مفصولة ما في مشكلة بياخدها يعني مع بعض هلأ هدول حيلبسوا نفس الماتيريال والمنطقة الكبيرة هتأخد الماتيريال الجديدة فحلأ بروح على Edit Type Structure بغيرها أنا ما بدي هاي بدي أضيف New Material هو احتمل تكون موجودة بس طلبنا عشان للسرعة هذا بريك هذا حجر خلينا على أشوف الأرضيات الخشب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة المفروض إنه إحنا كنا بنشتغل على التنتين بيشوف ليش صار غلط وأخذها كل يات هلأ ممكن إذا إحنا مش قادرين نمسك الأرضيات ممكن إنه أروح على فلورينج بحصلني في الكاتيجوري بتاع الفلورينج شكرا للمشاهدة هلأ هون مبين إنه راسم صح بس مش وماخد ماتيريال صح بس مش عارف لش أعملها على سريدي غلط باحتمال إنه إحنا في إشي زيادة مرسوم آه شكله كين أو مش ماخد الأرضية اللي تعدلت بس أعمل إليها مهم فعشان أتأكد أعرفت ليش هيك صار إنه ماخد هي نفس الاسم أنا نصيت أعمل دوبلوكيتد قبل ما أشتغل لما عملنا النيو ماتيريال ما عملنا دوبلوكيتد فهلأ رح أختار هاي اللي أنا بدي أغيرها وأعمل لها دوبلوكيتد عشان ألبسها ماتيريال جديدة هلأ بقدر أعطيها ماتيريال جديدة أنا هلأ أحط لها أي شي ما رح أدخل بس عشان تشوفوا فرق الألوان تمام؟ فطبعا إحنا لما نعمل الشغل تبعنا ويكون فيه ألوان في الأرضيات ألوان في يعني حتى لو ما عندكم ماتيريال الصراحة الماتيريال لما منختارها لازم نختارها بزوء يعني هاي شغلة سهلة بتقدروا تتعلموها لو بتفتحوا أي 3D موديل إيش الألوان اللي بتعمل ماتشنج مع بعض؟ بشكل عام كل ما قلت الألوان كل ما كانت أحلى يعني مثلاً ناخده مثلاً الدرجات الرمادي والجري الأرضيات تبقى خشب الحمامات سيراميك يعني هيك نعمل شغلات فبتبقى جمالاً أحلى أنا حبعت لكم على الجروب أكمل بلان مرتبين مرندرين حلو بس زي ما قلت لكم إحنا هون في عنا فرصة أنه نعمله 3D هلأ كمان غير أنه إحنا منعمله 3D لأنه هو مرسوم في عنا إعدادات هون الرندر بنزلها على البلان إحنا أظن ما حكنا في إعدادات الرندر بشكل موسع صح؟ نعم أحب إلا هلأ الرندر هو العلامة طبعاً في كل البرامج تعرفوا أنتوا اللي هي زي بريء الشاي اللي هي هاي نضغط عليها بنخط على إعدادات الرندر طبعاً شو بيفرق الرندر عن آه في حدا حكاً؟ في صندوق أسود منبين الشيء الصندوق الأسود اللي فوق أي واحد مني وكله منبين فوق طبعاً هزغر الشاشة عشان هذا تاع الزوم ما بقدر أيماً هلأ هيك واضح منيح؟ وحقللها هيك آه طيب آه هلأ إيش إحنا لما نحكي رندر شو بيفرق عن الرسمة العادية؟ الرندر معناها إحنا نزلنا ضوء آه ضوء شو بهمنا؟ أنه بيعمل لنا شادو شادو يعني بيعمل لنا ظلال آه أي شيء إحنا بنشوفه بظلال بنشعر أنه حقيقي طبعاً هلأ هاي الرسمة ما فيها ولا ظل هاي الرياليستيك هاي مثلاً فيها خمات بس ما فيها ظلال فإحنا أول إيش بنزل شمس إذا بدنا إذا بدنا مثلاً رسمة يعني إحنا كيف بنعمل الإضاءة؟ بنعملها بنوعين بنعملها بالشمس أو بنعملها بالكهرباء أنه بنزل لايت بنحط لايت فإحنا لما نزل الشمس خلص كل المبنى بيصير حلو وبيصير الواحد يتحكم بالشمس يعني إحنا بنمسك الشمس بنحركها من اليمين لليسار لغاية بنشوف الزابية المناسب للظل هذا بينفع في الأوبن مودل في معظم الأشياء الإدخال اللايت حوارجيكم إياه أنا إحنا ندخله عن طريق Component بس مو كتير نتيجته رهيبة فإحنا عادة ما بعرف إذا حكت لكم إنه إحنا عادة منعمل رندر 3D والرسم كله على الريفت ومنون أقوله علونياً لأنه هناك بيعطيني اللايت بكون شايفة يعني مثلاً بيقولي إذا بدك Spotlight بدك مثلاً لايت واسع بدك لايت مركز يعني أنتوا أخدتوا هاي الأشياء في الماكس أظن صح؟ ولما أخدتوا لايت؟ بل أخدنا كل شيء بال3D Max أخدنا بالتفصيل آه فاللايت في الماكس مثلاً آيكون زي الريفت هلأ هتشوفه آيكون فبتغلب الواحد وهو بحط حتى الماكس أسهل في اللايت بس إنه هون الواحد بتغلب وهو يحركه ويحطه هلأ بنشوف عموماً طيح هلأ في عنا هاي الشادو في عنا أعدادات موجودة أسفل الشاشة يعني هي معظم أعدادات الرندر جاية تحت عنا خلينا نبدأ فيهم واحد واحد هاي الديتيل ليفل إنه إحنا بدنا الكورس أو الميديم أو الفاين يعني مثلاً درجة الدقة اللي إن إحنا بنشتغل عليها إحنا عادةً بنخليها ميديم عشان الأجهزة ما بتحمل بتصير أفضل في الرندر عادةً يعني الأفضل إنه نخليها ميديم هلأ تاني إشي هدول إحنا ما عارفينهم هدول طبعاً إحنا لما بنشتغل على إعدادات الرندر بنكون الرياليستيك يعني نشوف الإشياء اللي بنشتغلها فوراً هلأ فيه هون الـ Graphic Display Option يعني فيه شوية إعدادات هون عن بنقدر نتحكم فيها من الرسم هون أو هلأ أحاول جيكم النافذة الكاملة من الرندر فيه عندنا الشمس لما إحنا بنختارها بيروحوا بيعطيني إنه بحط لي شمس في الرسمة حوالي المشروع تبعي وما حط لي الشمس نفسها هلأ فيه عندنا إحنا كمان للنظام الشمس اللي بحطه فيه كذا Option يعني هدول كلهم بفرقوا بالطريقة الرندر يعني إحنا عادة بنجربهم يعني بنحط وبنجربهم يمكن عشان السكشن بوكس أحصصها أنا هذا يفضل هلأ نقيمه أبلا أخلي عشان تمام وفيه عندنا الإعدادات الرندر إحنا إعدادات الرندر بنقدر نفوت منها من تحت وبنقدر نفوت من التول بار اللي فوق هلأ هون بحدد الواحد الأشياء اللي بده يعني عادة إحنا اللي بنبقى حطيناه اللي بيعمل له رندر بحدد درجة الوضوح إنه مثلاً بدنا يععم مثلاً درافت ولا ميديم ولا هاي ولا بست طبعاً كتير بياخد وقت فعادة إحنا بنحط ميديم أو درافت عشان لستاتنا إحنا بنكون بنضبط الصورة طبعاً هاي بناءً عليها بتتغير هاي الأرقام بالنسبة لللايتينج هو بيسألنا إنه إحنا بدنا ضوء الشمس ولا ضوء الشمس مع ضوء صناعي ولا الشمس فقط فإحنا بنجرب برضو يعني بنجرب في الرسمة أشي اللي بدنا يعني بس المرات أنا لما بحط عادة نستان أون لي بيطلع زابط لسكايب نختار كل واحد بختار الشمس هاي نفس الإعدادات تاعت الشمس اللي إحنا لقناها تحت إنه بتقدري يعني هاي بس إحنا بديتيلد كتير ما بناشتغل فيها بقدر الواحد إنه يحدد المكان تبعه زاوية الشمس يعني إنه بده الواحد الشمس يجي من اليمين ولا من اليسار هي ديتيلد كتير بس إحنا يعني بالتجربة بنشوفها يعني بنغير الإعدادات وبنشوف إزا هي مناسبة ولا لا وفي عنا طبعا الباكي جراوند لسكاي إنه إيش بدنا إياها إنه بنسلان سكاي فيش بيها غيوم أو غيوم قليلة أو كلاودي أو أو لون أو إيميج إزا الواحد عنده صورة بس إحنا ما بنستعمل الصورة لأنه إحنا عادة نرسم الأرض في المشروع فمش هتتناصق مع بعض يعني صعب هيصير أو أنها تكون بدون ترانسبيرنت يعني شفاف فعادة يعني أكيد الواحد بيختارها أو هي ديفولت على الكلاودي وبعد ما تطلع الإيميج في عنا الاجست إكسبوجر طبعا إنتو إذا ما أخدين ما أخدين إنتو بفوتوشوب صح؟ آه فهاي نفس الأشياء اللي بيلاقيها الواحد في الفوتوشوب يعني إحنا ممكن نزيد الشادو، الساتيوريشن، امتصاص اللون يعني الواحد يغير في الإعدادات هذه فعادة برضو هاي بالتجربة بعد أول رندر بيشوفه الواحد بيجي بيعدل على الإيميج اللي بتطلع عنده هاي أول طريقة رندر في البرنامج هذا هلأ أنا هعملها رندر بس نشوف شو النتيجة اللي رح تطلع طبعا تفرق الخامات أكيد كان لازم أعمل زوم بعد سكين نرجع من هاي فشايتين كيف لما الأشياء تبدأ طبعا لأنها ميديا مش واضحة كتير مش مغبش شوي بتفرق الأشياء يعني الحيطان اللي كنا مختارينها بيضل طلعت بيضل خشب كل إشي هاي أول طريقة رندر الطريقة الثانية اللي بنشتغل فيها فيه إشي أسود ولا لا راح صبايا فيها طالعة شاشة سواد ولا واضحة هلأ بس في بزاوية شوي بحث على اليمين أنا مم بيّن عندي إشي أسود بس عندي مستطيل مو راضي روح بحظة أظن أبعرفش إزرها هلأ تمام هاي أول زي ما قلت لكم من طريقة رندر اللي هي إحنا بنرندر بالشو اسمه بالبرنامج بإعدادات البرنامج طبعا عشان تبقوا عارفين موضوع الرندر كتير كتير مهم إحنا أخذنا هلأ مثلا هاي المعلومات الباسك واللي إحنا بنشتغله في المكاتب الباسك بس المشاريع الضخمة واللي فيها يعني فيها كتير شغل رهيب بيكون يعني كتير كتير مهتمين بالرندر خاصة اللي بيبيعوا عقارات بملايين بيهتموا في الموضوع هذا ففي برامج مثلا في عنا مثلا زي الـ V-Ray هذا نوعية الماتيريال واقعية أكتر وفي كتير برامج بس رندر فهلأ عشان يزبط هذا الوضع شوي طبعا الرندر كل ما قربنا من الواقع كل ما كان شغلنا أحسن يعني هي هاي القاعدة في الرندر ففي تقريبا خمس محركات رندر فهو هذا البرنامج كان يعمل فيه إشي اسمه رندر إن كلاود هلأ رندر إن كلاود أحسن يعني من الرندر العادي وهو بيزبط إعدادات الضوء والماتيريا اللي حاله يعني يعني إحنا بنحط الأشياء الأساسية وبعدها بنروح بنعمل رندر إن كلاود فبتقدروا أنه إنتوا تعملوا وأنا هشرح لكم كيف الخطوات الأول شي الواحد بيفوت على أوتو ديسك من الجوجل بتكتبوا ريفت أوتو ديسك وبتعملوا أكاونت أنا طبعا ما بدي أشتغله لأنه النسخة تبعتي مش أصلية و بديش بديش يفتح علي بقى بأنه مثلا يخرب النسخة كلها تبطل تشتغلي بس هشرح لكم الخطوات أو كيف يعني عشان تبقوا عندكم فكرة بيفوت الواحد بيعمل أكاونت إلو في الريفت أوتو ديسك بعدنا أعمل اسم ويوزرنام وإيميل أو أنت الواحد بيعمل يوزرنام وباسورد وهو بيحط إيميل فبيبعث لك confirmation على الإيميل هون هاي بتصفي بدل ما هي sign in شايفين هاي في أوتو ديسك أكاونت يعني بصير إلي أكاونت هناك اللي منزل نسخة لستودنت يفوت عليه بس أنا لأنه بقولكم النسخة اختعتي مش هذا بعديها بس بيعمل الواحد sign in هو حتى بورجين الخطوات إنه مثلاً وانت روحي شو تضغطي بكون كاتبها وموضحها وبتعملي render كل الصور اللي بتعملوها render in cloud بتنزل عندكم في render gallery فبيعمل الواحد render مرة أولى مثلاً بيحس إنه الضوء بده تعديل فيه سطوع فيه إشي مش حلو بيعدله مرة تانية وبتشتغل على هاي الطريقة فزي ما قلت لكم إنه الquality في الأشياء اللي معمولة على ال render in cloud أحسن من الأشياء اللي مرسومة على ال render تعنا العادي هلأ هاي الرسم مرة تانية بدي أعملي لها render بس يعني إحنا عادةً يعني جمالاً حتى بشغلنا إذا بنظبط الألوان والأشياء الأساسية بتطلع النتيجة حلوة يعني هون مع إني أنا حطت يعني أنا كنت مضبطة الحجار الإزاز طبعاً هو بيعمله لحاله إحنا لأنه أصلاً مختارينه إزاز فبيتيجي إعداداته جاهزة خالصة يعني عادةً الرسمات اللي بنعملها هون مقبولة وحلوة مش يعني أنا حاور جيكم نفس المشروع وهو محطوط عليه عش وفي مراحل نهائية وشوفو هلأ إنتوا المفروض عندكم المشاريع تاعتكم اللي رسمتوها إذا بس بتجربوا هاي الأساسيات عليه عشان ما تنسوا المعلومات شايفين كيف إنه هيك مع الشدو هذا أنا عملتها ميديام حتى مش عملها يعني ميديام ومقبولة طبعاً بعد ما نخلص إنه مثلاً أنا بدي أخزن هاي بعمل إكسبورت وبتطلع رسمة جي بي جي بخزنها مثلاً بالإسم اللي بدي إياها وخلص بصير أستعملها أفتحها كرسم وبقدر إني أعملها سيبتو بروجيكت لأنها راح أعمل أكتر من لقطة فبيصيروا كل اللقطات سهل إني أرجع لهم بهاي الطريقة تمام؟ شو رأيكم تجربوا هاي الإعدادات الأساسية على المشروع تبعكم تعملوه زي open model إنتو بتعرفوا طبعاً كيف تعملوه open model آه صبايا نفتح ملف عادي يعني الصوت وات كتير مش سامعتك تقصد يعني نفتح ملف عادي ولا؟ مش سامع والله قلت لك يعني نفتح ملف عادي بتاع المشروع آآآ بس هو في open model يعني مثلاً لما بدنا لما بدنا بيّن أن المشروع تاعنا مثلاً مفتوح بهاي الطريقة كتير إحنا بنستعمل مثلاً الواحد إزا بدو يبين إزا فانسلاً لزبون مش مستوعب المنطقة الغرف مرات بنعمل بهاي الطريقة عرفتو؟ خلاص إزا ما بدكم نتجربوا بلاش ننتقل على إشي تاني يعني؟ بنجربها آآ نجربها ما تهمت عليك طيب بس إنو اعملوها يعني هلأ على أي مشروع؟ خلينا نجربها هاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اذا في شيء تعالى منه ناخده تكمني يعني ما اترك دالك. طيب ماشي. هلأ انتو شايفين الشاشة ولا لا? اه شايفينها. طيب. فيه كنت حابة ارجيكم لنفس المشروع. بعض الافكار كيف احنا بنعملها بعض التفاصيل. اه ممتاز. يعني هيك انتو حاطة فرنتشر كتير حلو. انا بتذكر شرحت لكم البنت برش. اه حلو كتير. شايفين كيف تفرق الاشكال لما نرسمها. فيه هون طول. بالموديفاي اظهر. اه هاي. اه شايفينها. هاي. البنت شرحت لكم ياها ولا لا? لا. اه طيب هلأ بشرح لكم ياها. لأنه انتو رسمين الاوبر موديل طبعا حلو. بس انتو عندكم مثلا هذا الجدار الصورة الاخيرة انه حجر من جوه ومن بره. هلأ بهاي الطول احنا منقدر انه نخلي الجدار طاعنا يعني دفرنت ماتيريال من جوه ودفرنت ماتيريال من بره. فخليني ارجع لهذا. عشان احنا بدانا نشرح شوي عنه. بحظة. تمام. هعملها حاملة 3D. وارجعكم كيف البنت بتشتغل. طبعا هاي هاي details يعني بتيجي مع الوقت بس هي كتير مهمة بالاظهر. هلأ شايفين انا عندي الحق هون من جوه ومن بره حجر. فأكيد مش منطقي ومش حلو اني اسلم الصورة هيك. فعشان احل هاي المشكلة باسرع طريقة. طبعا في مجال انه احنا قعد نفوت في برمجة البرنامج. ونقول له انه بدنا الحيطة طاعتنا من جوه غير من بره. وبدك تحددوا من هون من edit type. السمكات والدنيا يعني كتير شغلة بتغلب. بس في عنا حل كتير سريع انه نستخدم هاي الطول. هاي الطول اسمها paint. بيكون عندي هون suggested material. يعني هو material هو مقترحة وجهزة خالصة. عالاغلب يعني احنا بالpaint مثلا انا اش بدي اعمل. بدي احط هون gypsum board. فبختاره وبنزله على الصفح اللي بديه بمنتهى البساطة. يعني هاي اللي حاطتها هو حاطت الاساسيات. عرفتو؟ فباخد مثلا افردوا انا بدي هذا. هو عادة بكون حاطت المتيريال اللي انا مستعملها يعني كمان مقترحة. فشوفوا مثلا اذا انا عندي جدارية بشتغل انتيريار وعندي جدارية هون. بحط هاي او مثلا بحط. يعني وتفر الواحد بده بحطه. هاي مثلا وود. عرفتو؟ هاي ميزتها التول بستخدمها للشكل من برا ومن جوة. انه بيعطيني فاس بيعطيني الاشياء فاسز. شكتوا انتو الاصليات عشان تفرق عن بعض في المتيريال. اضطرت اني اعمل تسمعي جديدة لكل ماتيريال. بس هاي التنت ما بهمها شو كان اسم المادة بهمها انها فاس. وبغير بهاي الطريقة. فهاي كتير سهلة وعملية. اذا بدكم جربوها عندكم لانه انتو في السرطان. اعطيتها لنا المرة اللي فاتفة. كيف؟ اعطيتها لنا المرة اللي فاتفة لما عطيتها. اه طيب خلط معناها انتو مش مستعملين هاشا. اه لانها هي كتير ضرورية بصراحة. يعني للأوبن مودل اللي احنا عم نشتغل عليه. وللالثري دي. ضرورية كتير فما تنسوها. طيب هلأ احنا كنا بدنا ندخل شوي في الديتيلز. هلأ لاحظوا انه انا هذا البيت. هذا تقريبا نفس اللي انا عطيتكم ياه. بس احنا نشتغلين على الواجهات وعالماتيريال. هلأ كيف برأيكم انا قدرت اغير سكال الحجر واحط اكتر من نوع من الخامات هون في هاي اللقطة. هلأ اني خليت كل واحدة اللي ها اسم. يعني هاي يعني هاد اللي اسم. وهذا اللي اسم الحجر. عشان زي ما قلت لكم كل مادة تلبس ماتيريال شكل. بس انا بدي اورجيكم الفكرة انه مثلا هذا فرضا كان سكيلو متان. بشو بكون حطتلي في الماتيريال لسكال. بحط بحط القيمة هون النص. يعني انا اخترت هون نفس الماتيريال. بس حطت هاي هلأ اذا بدكم بورجيكم عشان توضح الفكرة اكتر. لانه هاي كتير احنا بنستعملها الفكرة في. لانه احنا احنا بصراحة ما بنعجق. يعني لما احنا بنعمل رندر ما بنعجق خامات. احنا بنشتغل على التكستشار مرات هيك. فشوفوا هاي عشان نعرف سكيلها. هاي سامبل سايز مترين وتمانية في مترين وتمانية. يعني عندي عدد انا اظن انا شرحت لكم يا هاي ولا لا. هاي كتير كتير مهمة عشان تحسبوا المادة ميك. يعني في المترين وتمانين انا حسبت انه يكون عندي واحد تنين تلاتة اربعة خمس ست سبعة تمانية تس عشر عشر مادة ميك. تمام؟ طبعا انا كيف اكيد جربت مرتين تلاتة اللي عرفت اظبطها يعني. ما اظبطت معي من اول طقة. تمام؟ هلأ بدي ابرجيكم الماتيريا الاصغر. تقرأوا الاسكيل وتشوفوا. ها بنا نعمل كانسل. قديش الفرق في الرقم. واحدة. من ادت تايف. هاي طبعا اسمها نيو ماتيريا الاثري. وبدنا نشوفها. هاي شوفوا. هدي كانت مترين وتمانين هاي متر واربعين. متر واربعين نفس العدد. فهذا اللي خلى الحجر يبين النص يعني. اني اقدر احكم نفس المسافة بالنص. طبعا هاي الحكي بالريفيت وبغيره. يعني لو اشتغلته شو ما اشتغلته. مبدأ الاديتينج تاع الماتيريا الواحد في البرامج كلياتها. فشوفوا مثلا احنا حطانا هون على الطرف حجر. هذا كله بساعد بالتصميم. طيب الخشب المعلق. كيف فكركم نرسم؟ ماسز؟ هلا ماسز شوي بيغلب. هو نرسم نرسم فلور. نرسم فلور. وتتذكروا انا حكيت لكم انه احنا هاي اظن شرحتها انه. او هي هي انا دايما اكيد حكيت بحكيها في كل مكان. يعني لما بتطلع الاشكال الزهري انه الاشكال الزهري اذا مفصولة بياخدها او تكون شكل واحد مسكر. فانا عندي اسهل ما اروح على الماسز وارسمها وتعرفوا الماسز بدخلني باعدادات ومن نافذة لنافذة. انا هون رسمت ركتانجل بسيط وكررته. يعني بطلع سماكته اعداداته كله هايها فلور شايفين هون طلع فلور. هاي كتير بنستخدمها هون. هلأ لو بدي اعمل نفس الحركة على الحيط. اظن كنا عمليت ممكن عملتها ومحاتها هاي لانه كانت معجقة. اني اعمل لو بدنا نعمل نفس الحركة هون على الحيط هاي كيف بدنا نعملها. هاي. هاي بكل بساطة بترسل هذا انا رسمول بنبدأ نفسله. لو بدي اعمل يعني لو بدي اعمل هاي قصة زي التضليع هون طبعا انا هلأ حرسم اشي مش كتير صاح بس عشان تاخدوا الفكرة يعني. لو مسلا بدي اعمل هاي كتير الحركات بيستخدموها بالواجهات بديزاين الواجهات. شايفة لو مسلا بدي اعمل بروزات حوالين هاي الكتلة. رسمت وول وعملت الاشكال اللي بدي اياها. هاي اسهل طريقة لو دخلت على الماس او على الكمبوننت كتير هتاخد مني وقت. بس طبعا صارت الدنيا معجقة هون. هلأ طبعا ازا هذا داخل بسحبه لقدام بسحبه من ليفل وان. بشوفهم هدول القطاعون اللي انا رسمتهم بدي اياهم برزين بعمل الهموف. شايفة كيف شايفين كيف. وضحة الفكرة. تمام. هلأ في كمان شغلة تالتة انا بدي بس احاول اعمل اندو لانه هذا تخضيص صار. او بعدها بديش اسيب بالاخر. بدي الف بوربت هون. اللانبسكيب كمان من الاشياء اللي بتكمل مشروعنا. هلأ انتو جاوبوني التفريغ والاضافة اللي عملتها كيف عملتها. انت عدلت في الفلان ورسمت الاشكالي. اه رسمت فلور هاي شايفين. هذا لانه داخل الشكل يعني لما يكون مستطيل كامل مغلق وجواته مستطيل. الريفت بيفهم انه تفريغ. والمستطيلات اللي برا هو بيفهمها انها اضافة. تعرفتوا يعني هلأ لاحظوا نفس الفكرة استخدمتها في الارض. استخدمتها بالواجهات واستخدمتها في فرق الماتيريال. في الارض يا. فرضا لو بدي اعمل مثلا مسبح. بنفس الطريقة هاي. هلأ المسبح اول اشي بديك تفرغي مستطيل هون. فرغتي. بعدين المسبح عشان تعطي اللون الازرق بديك ترسمي. يعني كل الاشياء الحدود الخارجية تاعت المسبح بهاي الطريقة بتنرسم. مثلا سواء كان كيرب او ممار او اشي. المسبح بديك ترسميه ماس. و بديك تعطيه فيه هون ماتيريال ووتر. عشان يعطيكي الاحساس بالمي. عرفتي؟ بس اذا بدك تعملي ديتيلز هاي بالماس هتكون او بالكمبوننت احسن يعني. لانه انت المسبح بديك بديك أعطي احساس مي يعني. فيفضل انه ارسمهم بالماس. طيب. هلأ الكاميرا اظن انا ما شرحت لكم كيف بنركب كاميرا. لا شرحت لنا. الكاميرا. ايه. ايه. وحكينا عن اعدادات الكاميرا. لا اعدادات لا. لا اعدادات فقط. اه هلأ يمكن احنا شرحنا. يعني هلأ هنعيدها اصلا بسيطة. الكاميرا انه احنا بنحط كاميرا مثلا في الزاوية بنظل سحبين لابعد مدى. يعني يفضل حتى نطلع برا حدود المبنى. هذا شرحنا اصلا. هلأ اعداداتها الاعدادات الاساسية اللي لازم نبقى عارفينها. انه مثلا احنا هذا ازا بدنا نكبره ازا بدنا نشوف الفيو اكبر. ببساطة بنسحب هدول. شايفين كل ما بسحب عم بيكبر المدى اللي احنا الاجزاء اللي بتبين عندي. في الكاميرا. تمام؟ هاي اول شغلة. الشغلة التانية انه كل اللقطات بتنزل عندي هون. بالثري دي بيو. هون بتنزل. مباشرة بس ابتاحها تنزل هون. هلأ اهم اعداد في الكاميرا حتى في كل البرامج اللي هي هاي اسمها الاي إليفاشن. احنا ما بنلعب بالاعدادات الكاميرا بشكل عام. هي عادة تطلع كويسة. بس الاي إليفاشن اللي هي مستوى النظر. ايوة بالضبط مستوى النظر. هلأ احنا لما كنا ندرس يدوي. بنقول طبعا الكاميرا شو يعني منظور. في عنا منظور عن نملة. يعني عشان لما تهطي الكاميرا تحت. بيكون زي منظور عن نملة. ولما نحط الكاميرا فوق كتير. بتكون منظور عن طائر. الطبيعي النورمال هو واحد ونص. الشخص يعني المتوسط هذا. فالمفروض انه هلأ بتتغير. شايفين. هلأ افردوا انا حطيت ها بوينت تو. ساخد رقم غلط. شايفين كيف صارت اللقطة من تحت. طبعا مرات يعني اذا مثلا انا بدي اجيب السقف. لو انا عامل ديكور في السقف وبيدي اجيبه. او في هيك عندي شي مهم. بسحب بركز شوي على المنطقة السقف. باخد بوطي الرقم. يعني بحط هون بوينت تو مثلا او هيك. شايفين كيف لما انا حطت رقم قليل. صار في مجال يبين معي السقف. فببين ديكور تبع السقف بهاي الطريقة. هلأ زائد فيه شغلة كتير حلوة. انه هون الكاميرا بمنتهى سهولة. بعد تحرك بالأوربت. بس طبعا خربت معي يعني. مش انه يعني. بده الواحد انت بها انه حركته تكون خفيفة. شوي انا تخربطت معي. وفي عنا بلكي بعملها الهيدن لاين احسن تطلع. راحت من مرة. هلأ شايفين كيف هيك راحت كل اشي. بقدر اضغط على رينيود. ارجع للقطة القديمة. لأن الواحد بشتغل. بس هو مش قبل يعطيني اياها. بتكون مرات بتطير معه. شايفين كيف انا مثلا طارت معي. لانه طبعا هذا الاشي بصير معنا. بالكاميرا مش سهل انه نضبط اللقطة طاعتنا من اول مرة. فبدي ارجع. انا بس انا ضغط على الماوس عشان بظل محتفظ باللقطة. فبرجع للقطة اللي بدي اياها. بقدر اعمل فان. بقدر طبعا هي زي ما قلت لكم كل شوي بتخرب معنا. بقدر الواحد ووك. انه كأنه بيمشي. ووك بس بقدم. بقدم وبرجع بالسكرول عم بعمل ووك. زوم برضو. يعني كل الابتشنز بستعملها الواحد. ولما يحس انه مش هذا اللي هو بدي اياه. بيرجع للقطة اللي بدي اياها. وبتضبطها. يعني ممكن نحفظ اللقطة كأنها فيديو مثلا. هلأ. معلش تريد السؤال؟ نقدر نحفظ اللقطة هذه يعني كأنها كاميرا فيديو ولا؟ هلأ هو زي ما تقولي اوتو بشكل تلقائي بيحتفظ بكل لقطة احنا بنحطها. بس ازا بدك فيديو في عنا اشي هون اسمه ووك ثرو. هذا الامر هو التعال فيديو. انه نعمل فيديو يعني. كيف نعمل مثلا نسيبه اقصد؟ انت تسايبي هاي اللقطة؟ ايه. هاي اللقطة احنا عادة مثلا بعد ما بنعملها بنعملها رندر. احنا اكيد حنسيبها مثلا وهي معمولة لها رندر. وبنخزنها من هون. لا اقصر يعني لو فضل ظلنا بدي اعمل فيديو واسيبه. هلأ هو الفيديو اصلا بنعمل بطريقة الوك ثرو اللي مرجعك احنا. هلأ مثلا بس هون مسلا واضح انه الاضاءة عندي بعيفة. فحاختار ارتفيشل اونلي. هاي اللقطة هي اللقطة الكاميرا بندرتها وخزنتها تمام؟ هلأ هذا موضوع. موضوع الفيديو اللي انت بتحكي عنه هو في هون اسمه ووك ثرو. الوك ثرو بحظة. اظن بتفعل على الفيديو. هايو. الوك ثرو يعني انا هلأ مش ما اذكرته تماما بس هو كتير سهل. انه كنا احنا مثلا نختار الاعدادات ونحط هيك شايفه. لما انا حطيته خليني ارجع احطه. هايو. هو بشتغل على البلان. اذا انا بدي الف حوالينا المبنى. شايفة انت هذا البات اللي انا اخترته. هذا كله كاميرات. مفروض اني ارجع اختار البات تبعي. واحدد الكاميرات انها على وش المبنى هيها. صارت هون. هلأ هذا فيديو اللي نعمل. بنفس الطريقة ممكن نعملها ريندر ونحفظ الله. هذا اللي عملته انا فيديو بس ايش مشكلته. انه الكاميرات اللي كنت احطها هلأ ما كانت على المبنى. اعطوني خمس دقايق بتذكرها انا كيف اعدل الهاي. وبشروح لكم يا اذا انتم مهتمين تعرفوا كيف. بدكم ياها الوقت سرو. حافظة ذلوية. طيب ما اشي. هي لاني انا زمان ما اشتغلت عليها. اه من edit walk through. هاي open walk through. بس خليني خمس دقايق هيك ارجع اتذكرها. هاي هال path. انه بعدل الكاميرات. خليني بس هيك خمس عشر دقايق اتذكرها واشرح لكم ياها. شو رأيكم اذا انتم بدكم ياها. هاي بتطلع لك فيديو. هاي اذا مثلا انت بديك تمشي جوه المبنى. او من حوالين المبنى بهاي الطريقة. اوكي. ها اعتقدت فيديو هلأ اعتقدوها معمول بيها. بس مش عارفة الطريقة صراحة بزبط. ورجيني يا لانه في الفيديوهات بتنعمل بهاي وبتنعمل علوميا. انا بصراحة كنت اعمل على هاي. على طريقة الوقترو. بعد ما اتعلمت اللوم يعني كتير اسهل. كتير كتير اسهل. فبعتها خلينا نشوفها. استاذي بعد هالمحاضرة شو حيكون فيه؟ والله انا بصراحة حسب ما الادارة تقرر. ما بعرف حتى انا اللي هتابع معكم ولا لا. اوكي. حتى انتو بتتذكروا احنا كنا بدين المحاضرة اللي فاتت بالانتيرير. يمكن انت ما حضرت يا سيلفر. بس صاحباتك اشتغلنا حكينا كتير عن تصميم البيوت. او بعرف تصميم البيوت كتير مليحة. او بس انا بحكي لكم ما بعرف صراحة كيف الادارة هي اللي بترتب بالاخر مش او. بس صاحباتك اشتغلنا. بس صاحباتك. هيك ناخد برايك كالنوع. وانتو اذا في اشي معين في بالكم بتكم تسألوه. وبشرح لكم حتى الوقت روم ان شاء الله هيك تضل محفوظة عندكم. تمام؟ اشتركوا في القناة. شكرا لكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا لكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا لكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا لكم. اشتركوا في القناة. شكرا لكم. اشتركوا في القناة. شكرا لكم. 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 تمام. صبايا. اه. بدي اورجيكم الطريقة. ذكرتها هلأ. شوفوا. اول شي بنروح على الوقت. انا هلأ هعمل طبعا واحد ثالث. لانه انا استرت عاملة كثير. رحظة. نختار الوقت ثرو. نختار الوقت ثرو. هلأ اول ما احنا نختار كلمة الوقت ثرو. بيدخلني على الامر. يعني بيعطيني واحدة جديدة. انه مجال انه اعمل باث. طبعا الواحد بقدر يعمل باث قد ما بده. فانا هعمل كأنه احنا جايين هيك على المبنى تبعنا. من تحت. وبدنا هيك ندخل شوية في المنطقة هون. طبعا بزبط نعمله انتيريار واكستيريار. وبدأ اضغط انتر. هلأ بمجرد ما ضغطت انتر. هو عمل فنش ووك ثرو او انهى الوقت ثرو تبعي. او بقدر كان فيه ايكون هون فنش بقدر اني اضغط عليها. تمام. فهلأ بروح على الوقت ثرو تبعي. بعمل دبل كليك. بدخلني على النافذة تحت الادت. بختارها. لما اختار هالفريم. بيكون في مجال اني اعمل ادت ووك ثرو. هلأ المفروض هاي تكون اللي بلاي فعالة فيها. بس انا مفعالة عندي. رح اجرب. بدي احط التنين مع بعض عشان اقدر اعمل ادت. واشوف الباث اللي انا اشتغلت عليها. بس انا كنت احطهم جنب بعض. مش تحت بعض. او اخذ ليهم تحت بعض. حسكر هذا. تعملوها عندكم الباث. ونشوف لانه انا هلأ كان مرة تفاعل ومرة ما تفاعل. البلاي عندي. تطبقوا انتو الخطوة هاي. هاي تفاعل عندي. خلص تابعوا معي. انا ما كان مفاعل بلاي. لانه كان هو على الفرايم الاخير. ضغطت بريفيس فرايم. يعني هلأ بتشرح لكم شو يعني فرايم. فاتفاعل عندي. تمام. فهلأ انا رحت على اول. على الفرايم الاول. وتفاعلت عندي البلاي. هلأ بدي احط البلاي ونشوف شو الشكل اللي صورنا. هعمل بلاي. هلأ هو بيعمل بلاي للباف مطرح ما انا مرأته. تمام. فهيك طبعا بيعمله كاميرا. وبيشوف الواحد البيت. وبيقدر يفوت حتى جوه البيت. فهلأ اكيد الباف اللي انا بعمله بده تعديل. بده تعديل اتجاهات الكاميرا. يعني المنظر بشكل عام اكدنا نعدله. فعشان نعدله انا بفضل اروح بمشروع زي هيك على السايت. اذا انتو كنتو رسمين انتيريار. بتروحوا على لفل ون. يعني وين انتو رسمين الباف تبعكم. بتروحوا عليه. فهلأ كل ضغطة شايفين كيف. كل نقطة حمراء اسمها كيف فرايم. هاي اللي انا لما جيت ارسم الباف. كل كليك كنت اعملها بالماوس هي فرايم. فأنا هلأ مثلا باجي عليهم. كل فرايم بضبطه زي ما بدي. بضبط اتجاه الكاميرا. وبضبط. المثلا يعني بقدر اني الفه. بقدر اني اعمله دليت. هلأ في عنا هون الاشياء اللي احنا نقدر نتحكم فيها. بالباث تبعنا. بنقدر نتحكم بالكاميرا. وبنقدر نتحكم بالباث. مثلا انا الباث تبعي بدي اوسعه شوي من هون. بدي احركه. فبقدر اني احركه بهاي الطريقة. انا بدي مثلا هيك من المدخل. وزي كأنه دخلنا. بقدر اني اد كيفرايم. انا مثلا بدي اضيف هون. كيفرايم. بقدر اني اضيف هون واحد. يعني او اد ما بدي يعني. طبعا كل كيفرايم هو نقطة تحكم بالشكل. وفي عندي ريموف كيفرايم. مثلا هون صار اثنان او كتير يعني. فبمحينهم. نمحينها كله اظن. خلينا نعمل اندو. لا من محا. فبيعدل الواحد على الفرايم اللي هو راسمه. وبيرجع مرة تانية بيعمل play. عشان تطلع اعدادات الwork through. يعني هو طريقته غريبة شوي. انه لازم نختار هذا الفرايم. ونعمل edit frame. واذا ما كان طالع عندكم اللي بلاي. اعملوا previous keyframe. لانه هو زي كأنه زي كأنه فيلم. كل ما رجعنا. كل ما كان عنده مجال انه يعمل play. للشكل اللي احنا حطنا له يعني. بس فطبعا اكيد لوحد هيضبط. لغاية ما يكون نوصل للنتيج اللي راضي عنها. يعني مثلا هاي اللي فريمات هون فاضية ما فيها اشي. فاكيد رح امحيها في التعديل. ممكن اني الف حوالين المبنى. ممكن زي ما قلتلكم هلأ هذا الفريم انا حاولت اخليه زي كأنه دخل. بس انه هو مو دخل فعليا. فباجي هون بشوف الفريم اللي مش ظابط وبعدله. طبعا هدون هادا زي ما نعمل الفيلم هادا. هدن. نقدر نعمله رياليستيك. بس بياخد وقت اطول. طبعا رياليستيك كتير احلى. وبنقدر هلأ هو تلقائيا برمج على 300 فريم. بنقدر احنا نضغطهن اذا بدنا مثلا مدة الفيلم اطول اسرع. هو بيعمل 15 من هون. يعني بهاي بنحدد عدد الفريمات في الثاني. هو بيعمل 15 فريم في الثاني. بنقدر نزيدهم. بس طبعا اذا بدنا نزيدهم بنياخدوا وقت اكتر. وبنقدر نخليه 500 فريم. طبعا كل ما زدنا هاي الارقام وتحكمنا فيها. كل ما كانت الجودة عنا احسن. واذا احنا بدنا نزيد مقاطع معينة. شايفين هاي الكيف فريم اللي احنا اشتغلنا عليها. بنقدر بنقول له مثلا نسرع هون وبطق هون. يعني هي سهل الصراحة ونتيجتها حلوة. خاصة لما الواحد مثلا بيجي بيعرض لزبون. بيقدر يعرض بهاي طريقة. هلأ شايفين كيف بطق لانه صار في رندر. هلأ انا هخلي هوقفه. مشكلة كمان ما في خيارات طوقيت. توقف ما فيه. مضطرين يكملها. فهاي هي. بتحبوا تجربوها على السريع؟ أوكي. طيب. جربوها بس حاولوا تاخدوا باف يكون يطلع على المبنى. بلاش يعني تضطروا هلأ تلفوا الكاميرا. يعني عشان تلعب معكو اشي ظريف يعني انه حلو. تفهموا. تمام؟ يعني اظن كان لازم اتلاشر رندر او كان لازم اقصر الباف. لانه شوية طبعا. هذا مو رندر النهائي. هذا رندر الدرافت شوفه قديش اخد وقت. وزي ما احنا كنا زي ما علمتكم هلأ كيف نتحكم باعدادات الكاميرا. نقدر نتحكم بالفريم نوسعه نكبره نفس الشيء يعني نفس الاشي بنطبق عليهم التناس. المترجمات後. فaremos نفسك اشتركوا في القناة 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 الوقت رو بس شوفي يعني ما يطلعش بات يطلعلي صورة بشكل هذة كأنها صفت الكاميرا آه هلأ اختاري الفرام اضغطي على الفرام هلأ طلعت لكلمة ادت وكثرو فوق اضغطي عليها لاحظة بس كأنه فتح عندي اضغطي على ادت وكثرو اللي فوق هلأ اعملي بريفيس فرام اضغطي بريفيس فرام بريفيس فرام عشان يعمل بلاي شوفتي انت زي كيف كان عندي أنا مش مفعل لأنه كنت على آخر فرام اضغطي بريفيس فرام للآخر هلأ اضغطي بلاي كلها كل هذا لآخر واحدة اضغطي بلاي هاي ها طلعت عندك هاي هاي هالشغل طبعاك بس انا بدياك تضغطي على الكلمة السايت فوق تسحبيها تنزليها لتحت تفصل النافذة يعني ما فصلها لا فصلنا جميعا اه والله بس مش مبينة اه هلأ انت هذا الفرام اللي واقف عنده هو اللي اختاره بتضبطي انت النوافذة يعني المفروض البحض يزبط هلأ اعملي ادت وكثرو بس بالله ترجعي شوي لأدت وكثرو اه شو اعمل اضغطي على كلمة ادت وكثرو اللي فوق اللي هي رجلين تمام اه ها اكيد اه هلأ في عندك كلمة كنترولز شايفه هلأ انت بتقدر تعدلي الكاميرات من هون اي اه بدك تعدلي الباث بتنزلي على الباث بدك تعدلي الكي فريم اللي هي النقاط الحمرة او ريموف كي فريم كل شي خلاص اللي بتقدري تختاري وتنزلي يعني الصورة تمام تمام ما بعرف الباقي وتحط له ولا لا واضحة استاذي هي بس الفكرة انه بدكم تختاروا لما بدكم تيجي تعملوا ادت بدكم تختاروا هذا الفريم وتعملوا بريفيس فريم عشان تعيدوا الفيديو من اوله والله ترجعيني هوست عشان اعلمكم كيف تخزنوه هلأ بفتحها هلأ انا صرت الهوست لا لسه لا لسه كاتب انه انتي الهوست هلأ في عندي طريقة انا خلاص هلأ صرت الهوست كأنه اللي فاتح البرنامج بقدر يسترجع الهوست وقت ما بده فجديد تعلمتها هاي كويسة طيب هلأ بدي اورجيكم كيف انخزنو عفكرة انا بلاقيه بالهيدن لاين ظريف يعني معبر وحلو ما في داعي انه يكون مرندر يعني عشان نخزن لحظة بس انطلع من هاي كمان عشان نخزن الفيديو اللي احنا بنعمله بنروح عند كلمة فايل عشان نخزن الفيديو تبعنا بنروح عند اكسبورت زي كيف لما احنا مثلا بدنا نخزن اي اشي نعمل pull down في عنا هون images and animation اذا بننخزن الصور او الحركة فاحنا بننخزن الwalk through فبضغط على الwalk through لازم افتحها قبل عشان يخزنها ماشي حنروح مرة تانية على كلمة اكسبورت وننزل تحت على الامجز والانيميشن بنختار الwalk through بحدد انا زي ما قلنا لكم الفريمز انه بدي اخزن كل الفريم هاي اللي هون برمجها 15 في الثانية وانا شايفة انه بلا بش نلعب بهاي الاشياء الفيديو والستايل اذا بدنا يا رندر او اذا بدنا يا رندر طبعا هياخد وقت خرافي اذا بدنا يا رياليستيك هياخد وقت معقول او hidden line وبنختار اوكي وبنه هون بخزن ليا فيلم يعني AVE المفروض انها بتتخزن فيلم وبحطها مثلا على الديسكتوب ولا على وين ما انا بدي وبخزنها بعد ما تتخزن AVE هي AVE صغة الافلام تقدروا تبعتوها مثلا واتس اوب ولا تبعتوها ايش ما بدكم للزبوم او علينا مثلا هلا على الجروب بس المشكلة انه انا لو خزنت AVE من الريفت حيطلع حجمها كبير فمش هقدر اخرجها من البرنامج فانا عادة بستخدم عشان اعمل هاي الشغلات التليجرام التليجرام بياخد ملفات كبيرة الواتس اظن 25 ميجابايت او اشي هيك يعني يعني احنا كانت دايما المشكلة هون هلا فيه برامج بتقدروا تنزلوها من النت تضغط لانه احنا كمان كل ما نزلنا يعني حجم الملف كل ما قلل على درجة الوضوح تاعته بطلع يعني هيك باهت مش مرتب فيا اما بتضغطوا الملف وبتبعتوه مرة تانية يا اما بتحطوه اللي هو مثلا على جوجل درايف مرات بتبعنا نحطه على جوجل درايف بنبعت لينك او بتحملوه مثلا على اليوتيوب وبتبعتو لينك خاصة للشخص يفتحو او زي ما قلتلكم بتستخدموا التليجرام انا الصراحة بستخدم التليجرام ممتاز معي في كل اشي يعني ملفات ريفت ايش مكان لانه بياخد ملفات كبيرة فهي هي الطريقة تمام واضحة اذا بتحبوا تعملوا فيديو وتبعتو حلو يعني هيك نشير مع بعض الاشياء او يعني بعتوه على تليجرام او خلوه قصير يعني لانه زي ما قلتلكم هو الواتس ما بياخد اشي كتير عالي يعني هديك البرامج احسن يعني الواحد بستعملها وبيكون فيها كواليتي اعلى بتحافظ يعني حتى الصور لما انا بنقولها على تليجرام بيضل محافظة على الروزيليوشن تاحها الواكس مرة ع مرة بيكون شطبها يعني بكتير بتصير مش منيحة فتقريبا هدول انا اللي كنت بدي اشرحهم ما بعرف اذا في حد عنده سؤال او استفسار او شغلة معينة حابب نحكي فيها بنحكي فيها هلأ في عندنا الدرفزينات انا مش متذكرة اذا شرحناها ولا لا اظن ما شرحناها صح اه حكينا عنها يعني اذا كان بديت زجاج او عادي اه حكتلكم عنها اه تمام اه يعني اظن شرحتلكم طريقة كيف نرسل مرنبا حلزون اه انا بتذكر شرحتها وطبقتوها هلأ فيه من مزايا البرنامج ريفت انه بيكتب تكست مجسم وهاي كتير بتساعدنا في الارماط بتاعت المشاريع يعني هو بيكتب لنا التكست اللي بدنا اياه مثلا احنا نكتب بيكتب اسمي مثلا انا هلأ وبناخده وبيكون مجسم وبيقدر الواحد يعمل عليه اديتينج اللي بده اياه فهاي كتير ميزة بصراحة في الريفت اه لانهم يعني اذا الواحد بصمم ارماط انتيريا الريسبشن بده مثلا تكست مجسم بيستخدم هاي الطريقة كتير سهلة وكتير حلوة وبيلبس ماتيريا للتكست وبيجي عليه اضاءة وظل وكل اشي فهاي مثلا من الاشياء اللي احنا كنا مهمة حسانا فيها في الفرق يعني وجودها في البرنامج هذا في هدول اوامر اللي هم تاج روم هدول تسميات للغرف بس هاي التسمية بتحسب المساحة يعني هاي الشغلات اذا انتو بتحبوا تتوسعوا فيها ممكن تحضروا مثلا شوي تدروس على الانترنت او هيك يعني في كتير دروس مشروحة في عنا بالتاق روم نقدر نحسب مساحة كل غرفة بس طبعا بدها تكون مسكرة يعني مغلقة هلا احنا مرات بنواجه مشكلة في البلانات انه احنا ما بتبقى الغرفة المسكرة يعني خلينا نجرب مثلا هلأ هذا الحمام سهل انه نحسب مساحته لانه مغلق بس عادة الفراغات المفتوحة بتضيع معها ما زبطت معي فما بعرف الاتجار وهي هلأ زبطت يعني شوفوا هذا برضو من الفرق البرنامج الريفت عن الاتوكاد احنا زمان عشان نطلع مساحة كل غرفة كنا كتير نتغلب هلأ الريفت بيعطيني هاي الشغلة بسهولة يعني هو حسب لي هاي انا بس بدي امحي التكست القديم هو سمالي اياها روم وان وحسب مساحتها انها 18 متر فهاي كمان شغلات بتسرع لما الواحد يجي يشتغل مثلا بدي احسب مساحة الحمام بس انا المشكلة اني كنت حطة اصلا تسمعيات هو سماها روم تو طبعا هي مش روم تو راح اعمل دابل كليك واغير الاسم راح اعمل دابل كليك راح اسمي هون مثلا دابل يو سي واضغط انتر ازا بديش هذا الرقم برضو بعدله مثلا دابل يو سي وان ومساحته اربع متر طبعا اكيد بنا نعدل زي ما اشتغلنا مرة على التكست انا اظن علمتكم كيف نشتغل التكست ولا لا اشتغلتها بفيديوهات لي نشرتين على قناتك اه يعني انا بس حابة وارجيكم امكانيات البرنامج على قدر المستطع وانتو بتعرفوا انو البرنامج فيه طبعا ستركشار شوفوا زي كيف المبدأ اللي احنا كنا ماشيين فيه بالعمارة انو احنا عنا كان عشان نجسم هو اشي معماري هو بيعطيني عناصر البناء المعماري يعني حط شباك دور باب درج هاي هي عناصر البناء المعماري لو رحنا على الستركشار بيعطيني عناصر الانشائي عمود جسر مين المهندسة بشرة اظن انت انشائي صح ايه انا انشائي اه فهاي شوفي كل التولز اللي انت بتحتاجيها انت اشتر مني تعارفين على هاي الاشياء ايه يعني شوفيها يعني هي كالخراساني المبناء ايوة بالضبط وهاي حتى شوف الاساسات بكل انواعها الاسلابة الحديد فبيعطينا كل التفاصيل اللي احنا بنحتاجها كانشائي بنفس التكنيك يعني حتى انت ممكن بشرة بتوقع ممكن تطوري نفسك في هذا المجال بنيجي غير الاركتكتشر الستركتشر فيه كمان اللي بسموهم هدول التكييف والكهرباء لهم طول بس انا مش نازلة عندي لاني انا طبعا عمري ما اثبتت عملتها يعني اكيد ما حاولتش بس هما لانه المدني والمعماري شوي مرتبطين مع بعض نازل بالنسخة نفس الانشائفي كمان عندنا مثلا كهرباء تكييف هيك شغلات فالواحد بشتغل عليهم بس بدي اقولكم كمان اذا انتو نزلتوا اللوميان اللوميان وريفت برنامجين بشتغلوا مع بعض فيه عندنا بلاجين للوميان يعني مثلا انا اذا نزلت مجسمي على اللوميان بعد ما خلصت ريفت وديته على اللوميان بدي اعمل تعديلات وبدي اشوف تعديلات هاي على برنامجه ريفت فيه مجال انه الواحد ينزل اشي اسمه بلاجين للوميان ويشوف شغله اللي بيعدله هناك يعني حتى بتقدروا تفتحوا شاشتين اذا الجهاز بتحمل شاشة اي تعديل بعمله على اللوميان بشوفه هون عندي على الريفت وهاي ميزة كتير حلوة طبعا كل البرامج اللي بتشتغل مع بعض بتشجعنا انه نستعملها يعني لانهم هم عملوا لينك بين اللوميان وبين الريفت احنا صارنا نستعمل الريفت اكتر واللوميان اكتر عرفتوا؟ فهاي يعني من ضمن الاشياء برضو اللي حبات احكي لكم ياها يعني انتوا تقريبا اخدتوا معظم المعلومات المعلومات اللي اتوقع ما تطرقنا لها هي المعلومات التودي اللي هي تشطيب المخططات هاي اصلا ما هتتعلموها الا لما تفوتوا مكاتب وانا بنصحكم انه ترسموا مشاريع اكتر قد ما رسمتوا مشاريع اكتر على البرنامج هذا بتتعلم تمام تمام حتى الريف اعتقد نعملنا بلاد ان نفس طرقت النومي لاننا نحن مفيش عانتنا طالع الريف الريف في قناة انا ما بعرف بظل احكي للطلاب عنها رازي هلأ الريف شو فكرته انه كل برنامج هو محرك رندر عشان يعطي واقعية اكتر للصور مثلا انا هذي البرجن مش عارفة الفان واثنان وعشرين في 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 راي ريفت الفات اثنان وعشرين انا عادة لما بروح لما بتنزلوا البرنامج عند حدا قلولو نزللي البرنامج والفي راي التابع الو عرفتو هيك دايما اطلبو ففي مثلا الستكيتشاب الو في راي بتاعو بنفس الاصدار الماكس الو في راي اخدنا الماكس عملنا بلاد ان للفي راي مكانش موجود بالضبط تعملوا بلاد ان بس بتكون تختاروا السنة تاعت الاصدار نفسها يعني مثلا اذا بتشغلوا الفان تلاتة وعشرين بتكون تنزل في راي الفان تلاتة وعشرين هيك بس انا بقولكم اذا بتدخلوا بتتعلموا لوميان تستغنوا عن الفيراي لانه الواقعية والامكانيات تاعت اللوميان يعني تغني عنها يعني حتى السرعة في الرندر كتير رائعة الصراحة قليل كتير بس تعملوا الفيراي لانه الفيراي بده شغل كتير على الاعدادات بتاعته ايش كمان كنت بيقولكم يعني بس هيا لانه قد ما تقدروا انتوا ترسموا تطوروا حالكم اذا حبيتوا مثلا واحد فيكم يعني في اي وقت احتجتوا سؤال ابعتوا لي على الواتسقف ما في مشكلة يعني حتى لو خلص الدروس اذا احتجتوا شي بقدر اني اساعدكم فيه بساعدكم ان شاء الله تمام الله يعافيكم يا هلا فيكم تمام نشوفكم على خير ومع السلام فأمان الله مع السلام